السلام الله عليكم ورحمته وبركاته في طريق دلوتي الاستلام شوية حاجات كده للتصوير من معدات التصوير يعني ان شاء الله سستلمها ونعمل مع بعض ريفيو عنها ونشوف ايه هي الحاجات دي و ايه وجه الاستفادة منها متحمس جدا لانها هتفرق معايا في التصوير فكونوا على استعداد الحمدلله السلامة يا حدايب قلبي ما اعتقدش ان انا هعرف اسبر لحد ما روح عشان اشوف فانا هفتح دلوتي اعليكم معايا يا رب لايحة سبت فات كليفون واسا ونسيبو هنا نسيبو هنا نسيبو هنا ونضبطنوكو ده ونفتح نقلع دي بقى مش مكتينها بسم الله الرحمن الرحمن يا مشاهد ده حامل ميكروفون انا عندي واحد بس جايب واحد كمان علشان ميكروفون كمان وده حامل كاميرا عندي واحد بس جايب واحد كمان عشان لو هصور كادر تاني وده بوب فلتر للمايك وده مايك جديد باتنين هيد علشان لو لاحظته انا بصور بباهظه الصوت اللي الطالب اللي معايا واضح قوي وصوت انا مختفي للا ان المايك عنده هو فانا جبت مايك باتنين هيد علشان يبقى انا وهو صوتنا واضح ان شاء الله بقى لما روح البيت هنفتح محتويات الحاجات دي ونشوف مع بعض كل حاجة عاملة ازاي اسعارهم ايه وهيفدوني في ايه وهشتغل بهم ازاي اول حاجة جبتها جبت المايك ده مايك كوميكا ده ليه بقى يعني ايه الغرض من ان انا جبت المايك الكوميكا مع اني شغال دلوقتي بسجل بلبوية وورايا هو المايك بتاع الاستوديو ليه جبت الكوميكا ده بص يا سيدي تعال نشوفه مع بعض الاول اللي قدامنا دي محتويات الكارتونة دي الحفظة اللي بتحط فيها المايك اللي هو ده ده المايك اهو تمام واجاي معاه العزل بتاعه السفنج ده وجاي معاه اتنين ويند شيلد ده لما تكون بتصور برا البيت بتستخدمه بدل السفنجة دي هيعمل معاك احلى شغل في عزل الهوى تمام جاي منه اتنين طبعا وجاي منه الوصلة اللي بتخليك تشغل المايك بالموبايل اتفقنا طيب انا بقى ليه جبت ده وانا عندي البوية اظن انتم سمعتوا الفيديوهات الاخيرة بتاعتي وانا بدرب زميلكم من الطلاب فبتسمعوا صوت الطالب واضح قوي وصوتي انا باهت قوي او خافت قوي او بعيد قوي وده لان البوية ليه هد واحد يعني ليه واحدة بس من ذي تمام البوية بيقال ليه واحدة بس من ذي وبالتالي يا انا اللي هيحطها قدامي يا اما الطالب اللي هيحطها قدامه انا بفضل الطالب بصراحة في الموضوع ده انه هو اللي صوته يظهر افضل ما يمكن وبالتالي صوتي بيبقى خافت الكوميكا بقى في هدين اتنين يعني ده سوكت واحد اهو يدي لك وطالع منه سلكين اتنين بص طالع منه سلكين اتنين السلكين كل سلك منهم بهد اهم هدين اتنين ليه وليه قدامي وبالتالي صوتنا احنا لاتنين هيبقى واضح يبقى دي اول ميزة الميزة التانية طول السلكين ستة متر شايفين السلك قديه كل سلك فيهم ستة متر الميزة التالتة اني مت ردد ما بيحتاجه حجارة مثل ال مايك البوية يعني ده المايك البوية اللي انا بصور بدي دي الوقتي ده البوية اهو انا بستخدمه حاليا فى التصوير مايك البوية الازم تحط له الحجارة علشان يشتعل على الكاميرات ولو انت بتستخدمه على الموبايل ما بيحتاجش حجارة ولا حاجة لكن لو هزيت القطعة دي بيعمل خروشة لو هزيت السوكت بيعمل خروشة ودا كان واضح او هيبقى واضح فىburاء دي او حوال رهولكو دلوقتي خدتوا بالكم من الخروشة اللي ظهرت دي بسبب ان الشيخ محمد هز المايك ده وهو بيتحرك تمام طيب طب جودة التصوير بقى ايهما افضل البوية ولا الكوميكا الاثنين واحد الاثنين واحد في جودة التصوير صوتهم الاثنين ما شاء الله كويس جدا سواء على الموبايل او على الكاميرا طبعا مش احترافية المايك بتاع الستوديو لكن يا جماعة انا بتكلم ان فيديو سريع زي اللي انا بعمله دلوقتي ده لو انا بعمله من صوت الموبايل بس هتلاقي الصوت مزعج جدا وبيتردد في ارجاء الغرفة وما بيبقاش كويس فانت بتحتاج مايك زي ده يلقط الصوت منك بشكل مباشر وباقل ضوضاء ممكنة يعني انت لو جبت مايك كوميكا زي ده ودخلته على اي برنامج من برامج ازالة الضوضاء زي مثلا ادوبي اوديشن هتلاقي ان الصوت طالع كويس جدا ومرضي جدا وواضح جدا المايك ده تقدر تستخدمه في انك تسجل تلواتك تسجل نشيدك تسجل محضرة تسجل كورس تسجل اي حاجة هتلاقيه حلو جدا وبيشتغل كمان على اللابتوب وسعره 300 جنيه تقريبا انا جبته من كينج ديجيتال في القاهرة تقدروا تشوفوا الصفحة بتاعتهم انا مليش معرفة شخصية بيهم انا بجيب منهم زي زيكم فالريفيو ده ليكم انتم مش سبونسر ولا اي حاجة طيب لو انت هتستخدم بقى المايك ده على الموبايل بتوصل القطعة دي هنا كده وتركبه في الموبايل وشكرا يا باشا هيقرأ وهيبقى زي الفل معاك دي اول حاجة انا جبتها المايك الكوميكا ده اللي انا جايبه جديد وهبدأ ان انا استخدمه ان شاء الله في التسجيل مع الطلبة علشان الصوت يكون واضح ده صوت الموبايل من غير اي مايكات الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر وده صوت المايك البويا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر وده صوت المايك الكوميكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طبعا أنا مش عارف دلوقتي نهون أحسنهم هنسمع مع بعض في الفيديو وإنتوا قلولي في الكومنتات إيه أحسن صوت تاني حاجة جبتها الحامل بتاع المايكروفون ده حامل مايكروفون بروفيشنال وده شكله هوت بظاهر قدامكم خامته كويسة محملة تقدر تحط هنا حاجة هنا مايكروفون وهنا مايكروفون كمان بيشيل المايك بشكله كويس جدا وخامته حلوة جدا بيجي معك قطعتين إضافيتين ده القطعة دي ممكن تركبها هنا علشان تمسك أي حاجة ملحقات زي مثلا البوب فلتر أي ملحق من ملحقات التصوير ودي علشان تشيل بها لو عندك مايك كمان عايز تستخدمه يبقى مثلا لو أنا واحد زي حالاتي كان بيحتاج حامل يشيل مايك ليه كمؤدي ومايك للعود فكنت بضطر ان انا جيب حاملين لأ ده هيوفر علي القصة دي يبقى مثلا انا هبقاعد بنشد ده قدامي وده موجه للعود يبقى ده حللي أزمة كويسة جدا ان انا اسجل وانا بنشد ده سعره في العادي 350 جنيه كان عليه خصم نزل ب250 جنيه وبرضه من كينج ديجيتال الحاجة الثالثة البوب فلتر ده علشان المايكروفون بتاع الستوديو البوب فلتر ده انا اصلا كان عندي يعني نوع تاني لكن ياسين ربنا يدي له الصحة استفرت بي وكسره فجبت النوع ده قل تجربه النوع ده كويس جدا لانه بيمكنك انك انت تحط المايكروفون هنا ويبقى البوب فلتر قدامه بالشكل ده فهو يعتبر كبوب فلتر وليه استاند خاص به لو انا عايز اركبه على الاستاند بتاع المايك بافصله هنا وبيركب عادي جدا مع المايكروفون ده الحاجة الرابعة اللي جبتها الحامل ده بتاع الكاميرا من نوع من نوع دابليو اف تلاتة خمسمائة وستين وللهه حامل ممتاز جدا هو اللي انا اصلا بستخدمه بالفعل وشايل عليه الموبايل حاليا لكن جبت منه واحد كمان علشان الكاميرا علشان يبقى عندي شايل الكاميره الاساسية وواحد شايل الموبايل بحيس لو انا عايز ااخد كادر جانبي او شط جانبي اها او انا مسلا poor عايز اخلي واحد موجه على الارج او واحد موجه علي او واحد موجه على حاجة معينة وواحد موجه علي او الكاميرا الاساسية كده مثلا والمشهد الجانيبي كده فاقدر ان انا احط الاتنين مع بعض واشغالهم في نفس الوقت خماته هيلة معايا بقالوا 3 او 4 سنين ما حستش ان انا عايز اغيروه لدرجة ان انا جبت واحد كما الخمة الجديدة الجديد ده خمته افضل من القديم كمان تخيل يعني وغالبا القديم بيبقى افضل في كل حاجة بس لا فعلا الجديد محمل اكتر من القديم واتقل من القديم وحركته كده حلوة ده تقدر تستخدمه في انك تشيل عليه الكاميرا او تشيل عليه الموبايل او تشيل عليه رينج لايت او تشيل عليه جهاز زوم يعني ليه استخدامات متعددة جدا بتحط عليه اي حاجة انت حابب انك تتحرك في حركتها بشكل فوق تحت يمين وشمال بيديك مرونة عالية جدا وسبت قوي جدا وده سعره 350 جنيه تقريبا بعد الخصم تقريبا كان برضو في ضمن عرض فكان ب300 جنيه بس يا سيتي دي الحاجات اللي انا جبتها الفترة اللي فاتت وحبت ان انا شاركها معاكم بحيث لو حد محتاج حاجة منهم يعرف يجيبها منين ولو حد كان بيقارن في النقطة الهمة جدا بتاع البوية والكوميكا ايهما افضل حاليا كوميكا بتقدم امتيازات افضل بنفس سعر البوية فانا ارشح لكم انكم تجيبوا الكوميكا اللي انا ورته لكم في اول الفيديو شكرا ليكم واتمنى اكون فيدتكم بحاجة وانشوفكم في فيديو جاي قريبا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته